أخ فهد من بيشة معنا على الخط أهلا عليكم وعليكم السلام أهلا علينا الله يوفق كيف تفضل أول أول أحفظت عندي عطار وأرغب في شرائه وما عندي فلوس هذا النتاج ورحت للبنك وقال البنك ليأخذ هذا العطار يتفاوض مع المالك ثم يبدأ تكفيده عليه بمدة عشرين جنة على هذه المعاملة جائزة أحفظت يلقى مرهون عندهم تفضل يقول عنده عقار السؤال الأول إذا كان البنك يستري العقار له هو ثم إذا قبضه يبيعه عليك بعد قبضه وتملكه فلا بأس بذلك وإذا كان البنك يريد أن يشتريه لك ويسلم الثمن نيابة عنك ويسترده بزيادة فهذا ربع ولا يجوز ما شرى البنك ليملكه هو إنما ما شرى العقار ليملكه هو وإنما اشتراه لك ودفع الثمن نيابة عنك وقرضك إياه ويسترده بزيادة فهذا حرام ولا يجوز نعم نعم